التخطير التعليم مقابل التدرب واكتساب المهارات فكرة جديدة تشهدها مراكز محو الأمية وتعليم الكبار هنا في قرى دار المناصرة بالجهة الجنوبية الشرقية لمحافظة لحج حيث يقع أكبر مراكز محو الأمية بالمحافظة تدريب النساء على تعلم الخياطة والتطريز واحد من المهارات المتاحة يسعى المركز من خلالها لاستقطاب النساء المنقطعات عن التعليم وتحذيرهن من الأمية بتوازي مع إكسابهن مهنا حرفية نشكر أول مكتب جهاز محو الأمية على إتاحة هذه الفرصة والتعليم الكبار أخراج النساء من الظلمات إلى النور استفدنا كثير من تعليم محو الأمية دخلت أول ببداية كبداية ولا أعرف أي حاجة تعلمنا القصات كنا بش نعرفها كبداية تعلمنا الخياطة على المكاين لأنه لا تسوفر معنا مكاين على أقل التطبيق نتعلم الخياطة ونطبق صناعة المعجنات وإنتاجها بأشكال مختلفة مهارة أخرى تحاول العشرات من الفتيات احترافها وسط أجواء من المنافسة وارتفاع معدلات الإقبال على تعلم الحرف والعائدات إلى حقل التعليم نوصل حوالي أربعين أو خمسة وثلاثين امرأة مش متوفر عندنا مكاين وعادية مش حذية يعني ولم صلى عن النبي نقص البزوز ونحن كم تدربات نحتاج إلى تدريب تأهيل يعني وكمان نحتاج إلى عقود التجميل والكوافير فن هو الآخر يرسم حضوره بين مجالات عدة إذ تحاول العاملات فيه تشكيل ملامح الجمال تطلعا للحاضر ومواكبة للذوق في مركز يحاول إشراك مزيد من النساء في التعليم والتأهيل حققنا إنجازات كثيرة منها أول حتى تعني تعليم المرأة الريفية في إنها أول حاجة تخرج وتجي وتتعلم من أجل حاجة كثيرة منها منها أول حاجة إنها تقدر تربي أولادها في وترفع من مستوام التعليمي خرجت مجموعة كبيرة طبعا من محول أمية من خلال السنوات هذه للآن بيقي من قبل كان ثلاث سنوات الآن إحنا لنخم السنوات مستمرين مع مهارات حرفية يعني عديدة كثير من الإنجازات على الرغم مما قدمه ويقدمه المركز من خدمات تظل مهمة دعمه وتأهيله إضافة إلى تنكين المتدربات بأدوات المهنة أو بالمشاريع غاية للكثيرات بغية وصل التعليم بالمهنة وبالإنتاج لسوق العمل سامح عبد الوهاب لبرنامج صباح بلقيس